كابتن حشيش حبل بس مبدأ بقصص أفريقيا وأمم أفريقيا عندنا مطش بكرة أولى المباراة اللي هتلعبها بكرة في كاسة ربطة ضد الجونة من القايمة من الواضح أن هناك كثير من الناشئين حيكونوا متواجدين في القايمة وجهة نظرك في المباراة بكرة واستبعاد بعض اللاعبين ووجود بعض اللاعبين من وجهة نظرك بص الفترة اللي احنا فيها يعني بتتوقع أي حاجة يعني عمرك من دلوقتي في أي مطش من المطشات سواء أفريقيا اللي هنتكلم عليها أو كاسة ربطة ما حدش يتوقع تشكيل وما حدش يتوقع ناس لأن اللاعبة طبعا إصابات كتيرة كورونا إصابات عادية ناس هنا وناس هنا وناس هنا فأنت بكرة يمكن أنا تلترب على اللاعبة بتاعت بكرة أنا يعني مش عارف مين اللاعباء موجود هنتعرف عليهم كنت بشوف دلوقتي 2001 و2003 و2002 أنا حتى قلت أسماءهم وبيلعبوا إيه علشان الناس برضو كل جمهور نادي القالي مع أنه جمهور نادي القالي بيبقى عارف معظم الناشئين حتى تفضل لك أنا يمكن أنا عشان على صلب الناشئين وكده وعارفه والستوديو مع أسامة في الأجبال في الأجبال ألف السلامة طبعا لأسامة حسن إن شاء الله يرجع بالسلامة عن دولونا ما ربنا شفي إن شاء الله فعندي فكرة عن اللعيبة بتاعت أول عمار المختلفة في النادي القالي فممكن لو أحد يقدر يعني يشوفهم بقى كويس طبعا بكرة في تجربة جديدة بالنسبة لهم ومفيدة وتجربة سريعة يعني ما فيش تدرج فيها هم نزلوا في بطولة رسمية إن شاء الله بكرة يعني كاس الرابطة ده كاس ومبارات رسمية ومبارات قوية وفرق كلها طبعا الدوري الممتاز وكده فأعتقد أن هتبقى بالنسبة لهم تجربة مفيدة جدا إن شاء الله يعني أتمنى يستفيدوا منها وأتمنى طبعا من السماني أنه يحط يده بقى على العناصر اللي ممكن يحتاجها خلال الفترة الجاية اللي احنا برضو مش عارفينها لسه ضبابية شوية رحفين وجاية منين فأعتقد يعني دي فرصة كويسة وفرصة ذهبية أي شاب لعلاق يتمنى يعني احنا كنا بنتمنى وإحنا صغيرين الدوم وأصغر منهم متشاط ودية بس حتى نطلع فإن احنا نبقى متواجدين في بطولة رسمية ومتزاعة ومتشافة فدي حاجة كويسة كابتن علاء هل سيتأثر ندلالي بالغيابات اللي موجودة عنده غيابات ايه بالفريق بالفريق الموجودة أكيد أكيد أستعم هتقصر بالفريق اللي مش موجود عنده أكيد مهما كان الأشبال دول عايزين يثبتوا نفسهم وكده هي برضو بطولة وانت هتقابل فرق معندهاش غيابات كتير فدي هبقى حمل يعني هبقى عبقش زادة على الناشئ نفسه لكن في الآخر انت هتحدد هدفك من الوقت انت عايز يمي البطولة دي طبعا انت عايز تكسبها بس انت تكسبها لو انت على الأقل نصف في الآياتك موجودة بس انت في الآياتك مش موجود فتاخد منها أحسن حاجة طبعا اتمنى الرب ان شاء الله ان نكسب بطولة دي ان شاء الله فتاخد منها أحسن حاجة أحسن حاجة ان انت تشوف الناشئين بتوعك دول ويصلوا حد فين ومين اللي يقدر يكمل دائما محمد قال كلمة الوقت ان احنا زمان مش نلعب وانا نتمنى مثلا حد يقول لنا تعالي تعدوا احتياط في مبارات فريق أول بالنسبة لك طبعا بتبقى حلم كبير قوي انت اكيد مرت بالموضوع ده اسلام زي كنت في الأولمبيا وكده اكيد مرت بالموضوع ده فكل الناشئين دول كل واحدة يحاول يثبت قدرته ان هو موجود واللي بتمنى ان ما تحطش علوم ضغط يعني ما تحطش ضغط على الولادة الصغيرة يعني اه هلعبوا بالشكل هيقولوا موسيماني وكده واكيد كل واحدة يعرف الدورة كويس قوي والشكل الفريق اس ده وهلعب بطريقة ايه كل حاجة دي هتعرف خاصة الولد اللي هيلعب بكرة ده ان شاء الله اكيد ومش شبل عادي ومش شبل مميز لانه عشان تطلع في الفريق اول في النادي الاهلي يبقى انت يعني حاجة موهبة انت النادي الاهلي بيعدها كلنا مرنا بالموضوع ده دائما كان كل فريق ده زمان في اربعة خمسة اقول دول هيكملوا في النادي الاهلي فالمجموعة اللي هتلعب بكرة ان شاء الله باتمنى لها ان شاء الله رب العالمي التوفيق ما يتعملش عليهم ضغط واتمنى ان هم يستفادوا من الفرصة الزهبية اللي جات دي فعلا فرصة زهبية يعني ايه معظم الايه خالص لا ما حصلتش يعني ممكن طول السنة تلاقي شبل او اتنين بلعبوا واحتواتوا لكن المجموعة دي كلها مرة واحدة اعتقد دي فرصة زهبية اتمنى ان النشئين يلعبوا من غير ضغط من غير اي مشاكل يحاول بس ان هو يزر نفسه في اطار الشكل الجماعي بتاع الفريق انا عايز اقول لك حاجة علاق برضو بعد اذنك اسلام لا لا تفضل يا جب هو الضغط هي بقى موجود احنا كان بيبقى موجود احنا بنزل التمرين مع الفرقة الكبيرة صح والمطشعات الوديهم فبالك دي بطولة رسمية بس هي الميزة كمان علاق في الموضوع ده ان اللعيبة دي مش هتشاف نص ساعة او ربع ساعة ده هتشافوا كمان ايه مطش واثنين وثلاثة فدي فرصة يعني حتة الخط ما اقول لك يا محمد تتاخد كفرصة وفرصة من النادر هتعوى تاني عشان كي اقول لك لا كل واحد يحاول يزبط نفسه هو بجدير ان هو يبقى موجود في الفريق اول في النادر الاهلي ودائما انت في الفريق اول وكده الحاجات دي بتبقى بتتشاف كويس انت تحت ضغط في عمل ازاي بتتأثر متأثرش عشان كده بيبدأ يقول له ده ممكن يكمل في النادر الاهلي هنستفيد ازاي من البطولة دي كاسر ربط زي ما بقولك التدريب لوحده مش هينفع حتى لو كان معسكر حتى خارجي هي المباريات هي اللي بتبين نوعية اللعيبة واداء اللعيبة ومستوى اللعيبة اشتركوا في القناة